الزمالك الأستاذ مرتضى منصور أيضا أعلن في إطار المؤتمر الصحفي النهاردة أنه الانتخابات ستجرى يوم 20-21-22 من شهر يناير المقبل والحقيقة أن القصة دي جدلية جدا وهو بنفسه أكد ده لما قال أنه هيعمل الانتخابات تبقا لللايحة الخاصة بيه بما أنه حصل على حكم بأن الليحة بتاعت نادي الزمالك في عهد مرتضى منصور هي الصحيحة وليست بطلة في الوقت اللي الزمالك طول الفترة الماضية بعد برضو حكم بيسير تبقا لللايحة الاسترشادية ليه؟ بقت جدلية لأنه الانتخابات هتجرى بأشكال مختلفة لو هي الليحة بتاعت الزمالك تاعت مرتضى منصور معناها أن هي هيبقى فيها نائب وفيها ما فيهاش حد تحت السن فشكل مجلس الإدارة نفسه مختلف بعكس الليحة الاسترشادية اللي فيها رئيسه نائب وأمين صندوق وفيها أعضاء تحت السن إلى جانب الأعضاء اللي فوق السن وبالتالي إزاي الانتخابات أساسا تجرى وإنت لسه مش محدد هتجرى على أي ليحة هو قال إنه سيتم اللجوء إلى لجنة الفتوى والتشريع وهي اللي هتحكم دي تابعة لمجلس الدولة أمر طبيعي أمر منطقي لكن القصة إن هي بتاخد القرارات أو بتصدرها في بعد شهرين أو خلال شهرين فإذا امتدت الأمور لخلال شهرين دول لآخر الشهرين فساعتها الانتخابات إزاي هتتعمل في يوم عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين والحقيقة برضو إنه ثلاثة أيام انتخابات دي ليحة مرتضى منصور ليحة الزمالك في عهد مرتضى منصور لكن في عهد الليحة الاسترشادية هي يوم واحد بس انتخابات فتحديد ثلاثة أيام أمر حتى الآن غير يعني مؤكد لأنه ممكن يقر من جانب لجنة الفتوى والتشريع إن هي تتعمل تبقى لللاقيحة الاسترشادية مش تبقى لللاقيحة بتاعة الزمالك في عهد مرتضى منصور رقم ثلاثة في القصة دي برضو إنه إحنا النهاردة بنتكلم في يوم 24 نوفمبر داخلين على 25 نوفمبر إعلان إن هي في فترة 2021-22 معناها إن هي بعد 45 يوم معناها إن دا تبقى لللاقيحة لكن هو لو لجأنا لللاقيحة التانية هيبقى في 15 يوم معنا كده إن حتى الآن كل التاريخ بتاع 2021-22 هو مجرد تاريخ مبدئي لحين الفصل في إن الانتخابات هتتعمل على أي لايحة وبالتالي ما تقدرش أبدا تجزم إن انتخابات الزمالك في الثلاثة أيام اللي أعلنهم رئيس نادي الزمالك حاليا إلا لما يصدر القرار لإنه لا قدر الله لو أجريت الانتخابات تبقى لللاقيحة من اللاقيحتين وصدر الحكم من المجلس أو لجنة الفاتوى والتشريع بإنه المفروض يتعمل باللاقيحة التانية هيكون فيه احتمالية لطعن على المجلس اللي انتخب تبقى لللاقيحة الأولانية فممكن المجلس الثاني يتشالي أو يتقلق يقفل ويبدأ من جديد لانتخابات أخرى كل دا كوم وإنه أصلا فيه أوبشن ثالث يعني أنه رئيس الزمالك يطالب كما طلب أسبقه اللي هو ممدوح عباس بأنه لا أنا فيه مدة بقى عايزة أكملها السنة اللي ضعت مني دي عايزة أكملها فساعتها ما تلعمش انتخابات أساسا كل دي يعني احتمالات وزي ما قلتلكم لا وضوح تام في الصورة مفيش معلومة كاملة أقدر أوضحها لحضراتكم ده علشان عارف أن انتو بتستنوا على قد ما تقدروا مننا يعني معلومات فبنحاول على قد ما نقدر أن احنا نجيب معلومات متاحة وتحليل لما يقال من تصريحات على أي حال